بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكو في قناة تفسير احلام والرجية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن اهم الرموز اللي بتبشرنا بالفرج وكمان هنتكلم على الرموز بتبشر بتيثير امري يمكن كان شوية صعب. اول رؤية معنا او اول رمز لما يشوف الرأي انه بقى قوي. رؤية القوة في المنام او يشوف الشخص انه زال عنه العجز او معاناة كان بيعانيها في الرؤية ويشوف انه خلاص بقى اقوى او انه خرج من حالة العجز دي. اه كمان انه يشوف نفسه انه اه كان هزيل او كان ضعيف جزمانيا ويشوف انه بقى اقوى. اه كل دي من الرموز اللي بتبشر بتيثير. اه بتيثير امر يمكن كان صعب. اه كمان من الرموز اللي بتبشر بالفرج. الرؤية اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه في اه امنية كان اه بيتمناها فيشوف في المنام انه هي اتحققت. او يشوف انه في عوض عن عدم تحقيق الامنية دي حصله في المنام. فدي برضو من الرموز اللي اه بتبشره بتيثيره. كمان بتبشره. بيعود عن شيء. هو يمكن كان اه فقطه. اه من الرؤى التاني. الرمز التالت او الرؤية اللي بعد كده لما يشوف الشخص سواء يشوف المفاتيح او يشوف الابواب المفتوحة او يشوف ان البيبان بتتفتح لوحدها او يشوف انه هو بنفسه بيفتح الباب. كل دي من الرأي اللي بتبشر بفتح ابواب الدنيا للرأي وفتح ابواب خير وابواب سعادة وابواب آآ آآ رزق. كمان آآ لما يشوف البيبان بتتفتح لوحدها او الباب بتفتح بسهولة فدد يصير امر يمكن كان آآ صعب. ممكن يكون الامر ده خاص برزق او خاص بي آآ دعوة كان آآ بيدعيها الرأي. الرمز اللي بعد كده هو رمز التيسير. لما يشوف الرأي انه آآ في ازمة او في محنة في المنام. ويشوف ان تم تيسير آآ عليه او انه خرج من المشوف انه خرج من مكان آآ داية او من مكان ضلمة او انه كان في اي خطر مثلا معين ويشوف انه هو نجا. كل دي من الرموز اللي بتبشره برضو بالتيسير وآآ آآ بشارة بخروجه من ازمة او خروجه من آآ محنة. آآ كمان من الرموز المبشرة برضو بخروج للشخص آآ من آآ آآ ازمة او آآ من محنة. وكمان بشارة ليه بفرج لو كان هو مهموم لما يشوف انه بيقضي حاجته. قضاء الحاجة في المنام برضو من الرموز اللي اولا بتدل على صحة على شفاء لو كان الشخص مريض كمان بشارة بآآ فرج آآ لو كان هو آآ مهموم او كان آآ آآ يعني بيمر بآآ محنة. الرمز اللي بعد كده او الرؤية اللي بعد كده لما يشوف الرأي آآ رؤية انه هو آآ ضع منه شيء في المنام وبعد كده يشوف انه هو لقى آآ آآ عودة شيء كان ضايع من الرأي فبردو دي من الرموز اللي آآ آآ برضو بتدل على عوض آآ من قبل الله سبحانه وتعالى عن شيء يمكن هو فقده كمان من الرموز برضو اللي بتدل على آآ العوض. آآ الرأي اللي بعد كده لما يشوف الرأي نفسه انه هو آآ في امتحان ويشوف ان السؤال كان صعب جدا او ان هو السأل سؤال صعب جدا او مش لقيه له آآ آآ اجابة وبعد كده يلاقي انه هو آآ جاوب عليه او انه هو آآ آآ حلو آآ دي برضو من الرموز اللي بتبشر بتايسير امر كان صعب جدا على الرأي وتخفيف آآ آآ حمل كان آآ هو بيتحمله كمان بشارة بعوض آآ من قبل الله سبحانه وتعالى عن شيء يمكن هو كان برضو آآ فقده آآ آآ برضو من الرموز اللي بتبشر بالفرج آآ طبعا هي رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في مظهر آآ حسن آآ برضو من الرؤي اللي طبعا بتبشر بالفرج آآ بزوال الهموم كمان رؤية الناس الصالحين بشكل عام اللي هما اولي يعني شخص يكون معروف عنه انه صالح رؤيته في المنام برضو آآ من الرموز اللي بتدل على التيسير وكمان على الرزق آآ 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 آ� كمان لما يشوف الرأي انه بيطلع صدقة او بيطلع السكية رؤية انه بيسكي او بيطلع صدقة دي برضو من الرموز اللي بتدل على تفريق كروب وعلى خلاص خلاص الرأي من هم او من حزن كمان من العبادات لما يشوف ان هو بيستغفر او يشوف انه بيدعو او يشوف ان هو في حج او في عمرة كل دي من الرموز برضو اللي بتبشر بالفرج كمان لما يشوف الشخص ان هو في العيد رؤية العيد سواء عيد اضحى او عيد فطر كل دي من الرأي اللي بتبشر بفرحة وبيهم لما يشوف الرأي ان هو في يشوف في المنام ان هو اصابه مكروه اي مكروه ممكن يصيبه في المنام وبعد كده يشوف ان المكروه ده زال برضو دي من الرموز اللي بتبشر بانتهاء درج كمان بشارة بالفرج وبشارة بالخلاص للشخص من هموم كمان من الرموز هو رؤية النجاة رؤية النجاة من امر صعب في المنام او النجاة من عدو او النجاة من حيوان كان بيلحقه او جن بيلحقه كل دي من الرؤى اللي بتدل على نجاةه من درج او من ازية او كمان اه بشارة بفرج وبشارة بخلاصه من اه هموم كمان من الرموز وهي رؤية الولادة الولادة من الرموز اللي بتدل على انتهاء معاناة للرأي وبشارة بفرج وبشارة بسعادة اه ده كده باختصار اهم الرموز اللي احنا ممكن نشوفها في المنام فنبشر بالفرج نبشر بتايثير امر يمكن كان اه صعب اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او استفسار اكتبوهي تحت انا ان شاء الله هرد عليكم واشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اه سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة